السلام عليكم اهلا وسهلا بكم عزيزي المتابعين اليوم عادي شوفوا صفحة 94 من كتاب فرنسي وقليج مستوى التانية إعدادية لازلنا مستمرين مع التابير الكتابي فبدأت بالفكر بينما ينظر في تاني صفحة المصرحية واحدة وقفة كتابية 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 قمت بفيصهارانية تانية صفحة الرابعة الرابعة او الاخيرة تسمعها كاتخيام دو كوفيرتور ديال الغلاف انا جنتني الفكرة ديال هذه الفكرة هذه ديال القصة ديال ما تنسمي البطالة بان اسمتها الزاهية الزاهية المغامرة ديالها مع لغر لغر هو الغول اه كاتها اسمية ديال الكتاب كبيرة زاهية الاغر الاستخدام الصورة الغلاف ايه ندرنا هنا هذه الصفحة الاولى انا كنت اكتب لكم دار النشر اسم الكاتب بستة هنا تتعاود في هذه الجهة تتعاود اسمية الكتاب واسمية الكاتب لماذا ان الكتاب تتطوى ويتحط في المكتبة هنا تتطوى على اسمية الدورانية ويتقاطبها للغر في المكتبة وهي اه هذي الموجودة ثم الغلاف للغر في السؤال الكاتب تتسمى الكاتب ما يكون فيها؟ يكون فيها اسمية الكاتب واسمية الكتاب وتتعاود ويكون مرخص وحتى تحت يكون هناك الكتاب وكي كنت أدار النشر مكتوبة هنا. أنا أدرك لكم مثلا هنا أقدر صورة الكاتب وهنا أقدر واحد ملخص الكاتب من أين تولد و أين توفى و أين كادا و الكتب دياله وبعض الكتب دياله يعني من غير هذا الزاهية والغول كتب الكتب الخروج ثم أقدر واحد ملخص في حالة هنا جنو قلت زاهية ألو كيل شاكشي سون بتي لابا زاهية أملكان تتقلب على الأرنب الصغير ديالها سيبردو دون لفوري يعني تلفت في الغابة النوغر لا كابتوري واحد الزاهية لشدها بلوي دوني أمانجي أسي بتي باش يعطيها إياكلوا هولادو هنقولوا السؤال لعنطرحوا باش نشجعوا أنه يبقت شويق عند القارئ ويمشي قشر هذا الكتب صورة تال سيشابه واش عتقدر تهرب الزاهية من الزاهية وهذه كمشاهد المصراحية ندروا بأنه ندروا بأنه بحل شجار في خشبة المصراح والغول عي خرج الهمتماهية كتقلب على الأرنب بعد شدها كيفاش وانو اللي مثلا نزلوا السيطار مبينوا مشهد ديال الضار ديال الغول هكاك يوقع كتوليتان الدير تتغير هكيفاش دار الدير الضار ديال الغول وهولادو كيفاش دار يبقوا دوليك الأصوات ديال اللي كتخلع وهذه الجمهورته وكندروا الضلماء وكندروا الموسيقات الصوارية اللي فيها نخلعها اذا كيفاشكت كل الأمور هذا هو الغول والأخير لكن جميع الكتب بها نفس الطريقة هذا الكتاب ديال الدرنيا جو دين كندراني اسمية الكتاب اسمية الكاتب تأتي الإلستراتيون الصورة ثم تأتي دار الدير النشر هذه هي الأول مهمة اسمية الكتاب اسمية الكاتب والغلاف واسمية الدير النشر يقلبون لك عدخيان الرابعة تأتي دوني اسمية الكاتب والكتاب يكون واحد ملخص هنا يجبونك يجبونك واحد مقتطف من ذلك النص هنا يجبونك ركينا في نفس النوع الكتاب ويجبونك في نفس السيري يعني كتاب يهتم بهذه الكتاب ويجبونك نعودون للنص ويجبونه الثمان ويجبونه ويجبونك نرى كتاب أخر هذا الكتاب الكاتب الكاتب اسمية الكتاب يعني التفاؤل هنا هناك نص الأساسي مع تحليل هذه الصورة التفاؤل ويجبونك ويجبونك اسم الكاتب وعنوان الكتاب ويجبونك هناك الكتاب ويجبونك كتاب الثالث كتاب الثالثة كتاب الثالثة الكتاب هو هذا الصورة التوضيحية ويجبونك اسمية الكتاب ويجبونك 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 اسمي أنا أخبر ويجبونك 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 هناك ويجبونك ويجبونك تصميم ويجبونك ومثل المشاهدين ومثل المجموعات الأخرى في القسم ونقارنونها ويجبونك ويجبونك ويجب أن يكون هناك أسفل ويجب أن يكون هناك أسفل ويجب أن يكون هناك أسفل ثانياً فأنت أعلم في الأعبارات ويقوم بإعادة استثمار ما تعلمته في الأعبارات في التطوير المصرحي في المصرحيات المصرحية ويجب أن يكون هناك أسفل واضحة كيف نصبه الأولى و الأخيرة في الغلاف أقوم بالنفسي أطوير الغلاف لتطوير الغلاف لكي نطور الصفحة الرابعة لديه العامة بين الغلاف ويجب أن يكون هناك مستقلة تطوير التطوير والمصرحة تطوير ويجب أن يكون هناك سئة على ما تظهر ومع ذلك يجب ان تكون هناك كمديد ويجب أن تستخدموا أعلى أو تخذها من الإنترنت سورة برون ومن خلال الشركات تشغل في الرجال نعم ثم لدينا سنجد أن نضيف المشاوينة المتحدة ملت تفضل الوزن اذا فقط نعم سنجد ذلك وعندما نعم يمكننا التقوير والكتاب والكتاب والصورة والكاتب وضعها موجودة تقريبا على مكان الناس في الامكين مناسبة هنا يمكننا التحديد من الأمور الميزين الميزين يمكننا التحديد من الموضوع المكونات يمكننا التحديد من التحديد مثل هذا العنوان راشته حمره كبير يعني العنوان فيه ديال هذا تاني اسمية ديال الكاتب كتكون بارزة يعني التيبوغرافي نختار الحروف والخطوط ونختار تالأروان نشتيرها درتاب الحمر كبيرة وهذه هي سبحانه 4 كمناها إلى اللقاء شكرا